تمر اللحظات في غزة والأماكن تقصف أكثر من مرة والمواقف تتغير أو تتراجع وفقا للأرقام وصور الركام دابت واشنطن على إعلان انحيازها دون مواربة إلى جانب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر حتى بدأ أنها لن تغيره فتصريحات مسؤوليها أكدت على حماية ظهر تل أبيب مهما كان الثمن وذهبت إلى تسويق خطاب يفصل بين ماضي وحاضر القضية بقولها إن لإسرائيل حقا في الدفاع عن النفس والنتيجة حتى الآن أكثر من أحد عشر ألف شهيد وجرائم مروعة وصلت حد خنق أنفاس الأطفال داخل المستشفيات لكن الأيام تنظي ورقعة الدماء تتسع والتظاهرات تخرج في عواصم شتى مطالبة بوقف الحرب على غزة وإنقاذ أهلها وبالرغم من تصاعد الاحتجاجات تصر واشنطن على عدم قبول وقف إطلاق النار بشكل كامل تحذر من توسع نطاق الحرب وتحرك لأجل هذه الرغبة الأساطيل إلى الشرق الأوسط بل وأطلقت النار على أهداف في العراق وسوريا في المقابل تكتفي بتصريحات داعمة لهدن مؤقتة في غزة مع تقديم سلامة الرهائن على ما عداها فقد الرئيس الأمريكي جو بايدن جزءا من شعبيته احتجاجا على موقفه ومقارباته بشأن الحرب في غزة وتعالت أصوات في الكونغرس تطالب بوقف إطلاق النار وتدعو إدارة الرئيس بايدن للضغط باتجاه هدنة تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة هذه الضغوط لم تسفر عن تغير مؤثر في السياسة الأمريكية تجاه الحرب على غزة مع سثناءات تتعلق بمستقبل القطاع في مرحلة ما بعد الحرب وعلى الجانب الإنساني بمفهوم لا يشمل كل من في غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر